بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد نحن ننتصر للشعب في سوريا نحن أكثر ناس ندرك أهمية أن ننقذ الشعب السوري والعراق جزء من الجهد الدولي العراق ليس نشازن كما رأيتم العراق فقط في جامعة الدول العربية في قرار واحد تحفظ على المقاطعة الاقتصادية على السوريين لأنه يعرف بأن ذلك يضر الشعب ولا يضر النظام النظام دائما ينفذ من العقوبات مثل ما نفذ النظام صدام وكل الإجراءات الدولية والعربية والإقليمية العراق كان موافقا عليها وذهبنا إلى المتحدة ذهبنا إلى الجامعة العربية والآن ذهبنا إلى جنيف وكان قرارا صائبا بأن يضم العراق باعتبار أنه يعني يرأس الجامعة العربية إضافة إلى دولة مهمة جدا في جوار سوريا ويتأثر بما تأثر بسوريا إطلاقا نحن ندعم الجهود الدولية ونعتقد بأن ما تحقق في جنيف هو حل جيد الحلول في سوريا لا يجب أن تكون حلول عسكرية وإنما حلول سياسية الجهد الدولي يجب أن يوفر الآلية للشعب السوري لاختيار نظام الحكم وليس أن تكون معادلات معلبة تفرض عليه لا ننكر بأن ما حدث في العراق وأزاح نظام صدام حسين كان بجهد قليل من الشعب العراقي جهد الدولي كان له الجهد الأكبر لكن تصوري لماذا نتج في العراق من عنف ومن إرهاب ومن دخول ومن فلتان في الوضع الأمني دفعنا بسببه أثمانا كثيرة والمنطقة دفعت والأمريكان دفعوا وكل المنطقة عانت ولا تزلان عاني من تبعات ذلك الأثر إذا كانت هناك حلول أفضل من السيناريو الذي حدث في العراق أو الذي حدث في ليبيا فلماذا لا نأخذها؟ مثلا الآن اليمن اليمن كان جهد الخليجي جهدا موفقا في أن يحقن الدم وينتقل بالحالة من اليمن من الحالة الفوضوية إلى حالة مقبولة للشعب اليمني نعم ساعد الأخوة الخليجيون اليمنيون باختيار شكل ونظام الحكوم الآن الجهد الدولي في سوريا أيضا لأننا ندرك تماما أن سوريا لها أهمية الظروف تغيرت الآن الدفع نحو نزاع بين السلطة والحكومة والنظام وبين مجموعات المعارضة يؤدي إلى حريق كبير جدا وهذا الجميع بدأ يدركه وفعلا هذه الخطة التي كانت لا تجنح إلى الحلول السلمية فشلت لأنها زادت من الدماء السوريين ونحن مهتمين جدا أن لا يعاني شعبنا الشقيق في سوريا وأن لا يبقى هذا النظام نظام الحزب الواحد والرئيس الواحد إلى الأبد هذا النظام يجب أن ينتهي يجب أن يكون هناك تغييرا مهما جدا في شكل نظام الحكم ونحن لا نقرر ذلك ولا المجتمع الدولي وإنما الشعب السوري هو من يقرر وهو من بيده آلية التغيير